لكن مش دي قصة مش دي قصة على الإطلاق بطولة السوبر بالنسبة لي البطولة الأخيرة دي جات في ظروف صعبة جدا وقصية جدا ويمكن إحنا كجمهور ما بنحسبش حساباتها قوي لكن أنا بشوف إنه مكاسب الأهلي من البطولة دي كبيرة جدا هو طبعا فعليا السنة لسه فاضل فيها 24 ساعة عشان نحتفل بإذن الله باستقبال سنة جديدة 24 لسه قدامنا أكتر شوية من 24 ساعة لكن عمليا السنة بالنسبة لنا انتهت لما تيجي تبص في كشف الحساب وتبص في البطولة الأخيرة دي هتجد إنها كانت في منتهى الأهمية من ناحية التوقيت ومن ناحية المعنوية وهنسب الفضل فيها حقيقة رغم إنه مستر مارسل كولر أجاد بشكل كبير وهو جهازه المعاون دارة النادي الأهلي بدعمها المتواصل حقيقة لكل فرقة النادي مش بس فرقة كورة القدم كان لها دور كبير جدا لعبتنا ونجمنا كلهم على جميع المستويات اللي شاركوا فيه الخمس مطشوات الأخيرة بطولة كاس العالم ونوراها مطشين بتاع السوبر يعني قدمتهم وعدتهم فأوفيتهم زي ما بيقولوا قدمتهم كل ما كان هو مطلوب وزيادة شويتين باستثناء أغرى الخمس مطشوات ديها في مطش مبارح يعني لكن في النهاية إجمالا أنا الحقيقة شايف إنه من أهم مكاسب البطولة دي البطولة دي تحديدا أحط فيها أمام عشور في مطش سيراميكا في حتة وانتوني مودست في مطش فيوتشر في حدة تاني الاتنين دول بالذات يعني موجة الانتقادات أو محاولات الاغتيال المعنوي من الإعلام أو من منصات التواصل الاجتماعي اللي استهدفت الاتنين دول كانت كبيرة جدا كبيرة جدا يعني إيه تختال لعب معنويا بص على ما حدث مع إمام عشور منذ بداية انتقاله للنادي الأهلي وما زال يحدث وسيحدث فيما هو قادم أوقات من أحداث وبص على أنتوني مودست اللي يمكن كمان تكون شاركة بعض الجمهور الأهلوية في محاولة اختياله معنويا أنا اتكلمت هنا مع حضراتكم على أنتوني مودست كتير واستضفت كتير من اللعيبة يعني دايما في فقرة الكونفرنس اللي بنصدي فيها ضيوف من خارج مصر استضفت ناس دربت أو لعبت مع أنتوني مودست حاولت تشرح الحالة وافهم التركيبة وقلت لكم أكتر من مرة اللعب ده عنده كتير عشان يقدمه لنادي الأهلي بس محتاج الدعم حظه ممكن يكون وحش التوقف أو ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة قبل انضمامه للأهلي أثر بشكل مباشر قصة اندماجه مع الثقافة وراحت بيلعب طول عمره في أوروبا يجي يلعب في مصر ويلعب في أفريقيا بالتأكيد محتاج وقت عشان يستوعب ويفهم لكن بشوف أنه موتش مودن الأخراني ده قرب مودست بشكل كبير ده له فرصة كبيرة جدا فرش الأرض زي ما بنقول كده وأعتقد أنه عليها أنه يستغل هو فهم الأهلي يعني موجود مودست مع الأهلي في كاس العالم الأندية ومشاهدة مودست لجمهير النادي الأهلي وهي بتملى ملاعب خارج الأرض في السعودية كانت أو في الإمارات فوز الأهلي على اتحاد جدا اللي مودست نفسه عارف أنه بيضم نجوم على أعلى مستوى مودست الفرنسي بالتأكيد يعرف كريم بن زيمة وأكيد يعرف نجول وكانتي وأكيد عارف مشوارهم وأكيد عارف مشاركاتهم مع كاس العالم مع منتخب فرنسا فبالتأكيد فوز الأهلي على فريق بيضم عشر محترفين على أعلى مستوى في أرضه وفي ملعبه وفي سجمهوره فوزه على بطل دوري أبطال أسيا تتويجه بميدالية برونزية في بطولة هي الأهم بالنسبة لأنديها على مستوى العالم مشاركته بعد كده الفعالة في تتويج الأهلي هو كان مفتاح الفوز في ماتش مودن فيوتر الهدف اللي أحرزه والأسيست اللي ده لكريم فؤاد أعتقد أنهم قطعوا مشوار كبير جدا من التحديات اللي كان بيقابلها أنتون يمضس عشان كده بشوف أنه البطولة دي إن شاء الله تكون دافع لي عندنا وقفة طويلة عندنا وقفة طويلة هنرجع فيها كتير من الحسابات وهنقيم الأمور هي إقدارة الأهلي ما تأخرتش الحقيقة